أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بأبرز العنوين الصادرة لكذا اليوم من المواقع المحلية حركة أحرار عدن تدعو المواطنين للخروج دفاعا عن مصالحهم في زمن الحرب أربعة محافظين لحراسة البنك اليمني ومن أخبارنا المنوعة بتهمة السرقة الشرطة الهولندية تلقي القبض على ببغاء أهلا بكم بالأمس طالعنا خبر خروج المعتقل عبدالله الشمفي من معتقلات ميليشيا الحوثي بعد فقدانه القدرة على الحركة نطالع اليوم قصة خروج معتقل آخر وقد فقد القدرة على الحركة أيضا وعنوان موقع الصحوانت عبدالرحمن عمر اختطفته ميليشيا الحوثي وهو بكامل صحته وخرج مشلولا كشفت منظمة شهود لحقوق الإنسان عن تعرض الشيخ عبدالرحمن عمر للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي الأمر الذي تسبب بإصابته بشلل كامل وقالت المنظمة إن عبدالرحمن عمر وهو أحد وجهاء منطقة مديرية مناخة بمحافظة صنعاء جرى اختطافه من قبل مجموعة مسلحة تتبع ميليشيا الحوثي من الطريق العام في سوق مناخة طريق الحديدة صنعاء منتصف يوليو 2018 وأشارت إلى أنه دخل السجن بكامل صحته وخرج مشلولا وفاقدا للحركة تماما وذكرت منظمة شهود إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها المروعة بحق المدنيين في اليمن على نحو إجرامي وخطير يستدعي وقوف الداخل والخارج ضدها وبشكل فوري وصارم يعيش القطاع المصرفي اليمني أسوأ حالاته في ظل انقسام السلطة النقدية بين صنعاء وعدن إذ شهد الريال اليمني تدهورا غير مسموق أمام العملات الأجنبية بعد وصول سعر صرف الدولار الواحد إلى 600 ريال يمني ووفقا لموقع المشاهد نت في زمن الحرب أربعة محافظين لحراسة الريال اليمني المنهار قال الموقع أن استمرار انقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن وتشرذم المؤسسات المالية والإرادية تقوض أي إصلاحات في السيطرة على سعر الريال أمام العملات الأجنبية الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد يقول للمشاهد إن الإجراءات التي تمت بصنعاء بحق مجموعة من شركات الصرافة والتحويلات سيكون لها أثر سلبي على البيئة المصرفية وعلى القطاع المصرفي بصورة عامة خصوصا أن هذه الإجراءات الإدارية موجهة للقطاع الخاص وبالتالي فإن المواطنين سيعانون من هكذا تصرفات غير قانونية يقول الصحفي الاقتصادي عبد الجليل السلمي للمشاهد منذ قرار نقل إدارة وعمليات البنك المركزي اليمني إلى عدم في ستمبر 2016 تعاقب أربعة محافظين على إدارة البنك يضيف لا يهم تغيير قيادات البنك بقدر ما يهم استمرار توفير الدولار وتغطية طلب تجار السلع الأساسية والمشتقات النفطية بأسعار تفضيلية اليمن بين الاستقطابات تحت هذا العنوان كتب عبد السلام محمد مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا ماذا لو تفاجأنا أن إيران مخترقة للانتقالي أكثر وأن أجندة الانتقالي تتصادم مع أجندة السعودية أما مدى اختراق التحالق للحوثي فهو صفر إن لم يكن بالسالب وكل جهود تفكيك الحوثي فشلت لأن إيران اعتمدت على قوة ثورية صلبة فبعد انهيار منظومة صالح والمؤتمر لم تتغير قوة الانقلاب في صنعاء وبعد استقطاب التحالف لبعض أطراف كيان الهاشمية الإمامية الذي رعى ومول ودعم الحوثيين وسلم الدولة والمؤتمر لهم لم تتغير المعادلة كان الصراع بين إيران والسعودية في اليمن فأدخلت الرياض أبوظبي لتكون القسمة على ثلاثة في حال فشل الحرب في إخضاع الحوثيين لصالح السعودية وتستعد إيران لإدخال عمان لتكون القسمة على أربعة وتكون مناصفة بين إيران والسعودية اثنان مقابل اثنين هذا ظاهرياً لكن ماذا لو أن إيران متمكنة من اختراق القرار الإماراتي في اليمن خاصة بعد عمليات التهديد التي نالت من موانئها ومن ناقلة النفط فيها عملياً على الأرض ليس من بين أهداف الإمارات هزيمة الحوثيين في جبال صنعاء وصعدة فيتعرف أن ذلك يكلفها كثيراً لكنها تعتقد أن أهدافها الثلاثة لا بد من تحقيقها السيطرة على الموانئ والتحكم بممرات التجارة وتصدير النفط والغاز ضرب حزب الإصلاح وحركات شباب الربيع العربي السياسية في إطار الحرب والاستفادة من برنامج مكافحة الإرهاب الذي أرادت من خلاله أن تكون قائدة هذا الملف بالشرق الأوسط بقاء الحوثي في خاصرة السعودية تمهيداً لإضعاف المملكة وتفكيكها ومن مؤشرات الوضع محلياً وإقليمياً ودولياً نجدوان الحوثي في اليمن الأكثر استفادة حالياً وخلال المرحلة القادمة ما لم ينشأ تحالف جديد يعتمد على متغيرات مختلفة تماماً بحيث يكون التحالف محلياً مع كيانات سياسية واجتماعية وعسكرية قوية على الأرض وإقليمياً يكون التحالف مع قوة عسكرية تعيد التوازن مع إيران ودولياً مع مختلف الأقطاب تحت سقف استعادة الجمهورية اليمنية قال سكان ومسؤول أمني إن مسلحين تابعين للمجلس انتقال الجنوب المدعوم من الإمارات يشنون حملة اعتقالات لمعارضين بعد قرابة شهرين من أحكام سيطرته على عدن عاصمة اليمن المؤقتة وعنون موقع يمن مونتر اعتقالات ومداهمات مستمرة في عدن اليمنية بعد قرابة شهرين من السيطرة عليها قال المسؤول الأمني للموقع إن مجموعة من الحزام الأمني والأمن العام الذي يقوده شلال شائع اختطفت عدداً من الشبان والجنود السابقين من الأسواق والمنازل خلال الأيام الماضية أضاف السكان والمسؤول أن هذه الحملة مستمرة منذ خمسين يوماً عقب سيطرة المجلس لانتقال المدعوم من الإمارات على مدينة عدن يوم تاسع من أغسطس الماضي قال المسؤول إن آخر الاختطافات تمت من قبل الحزام الأمني يوم الاثنين لمحمد الضعيف أحد جنود اللواء الأول حماية رئاسية أثناء تواجده في سوق كريتر وكانت قوات الأمن والحزام الأمني قد شنت حملة اعتقالات وقتل لقادة عسكريين ومسؤولين سياسيين تابعين للحكومة الشرعية بعد السيطرة على عدن نازلين عشر عشر عدن تحتاجنا أنقذ عدن أحرار عدن تحت هذه الشعارات يستعد أبناء مدينة عدن الذين تم إزاحتهم من المشهد بعد استيلاء الانتقال على المدينة ووفقا لموقع عدن الغد حركة أحرار عدن تدعو للنزول إلى ساحة العروض بخور مكسر ودعت الحركة في بيان أبناء العاصمة عدن إلى النزول لساحة العروض بمديرية خور مكسر يوم العاشر من أكتوفر وذلك من أجل المطالبة بتوفير الأمن والكهرباء والماء قالت الحركة مخاطبة أهل العاصمة المؤقتة مدينتنا منكوبة وما وصلت إليه من حالة مزرية لا تخفى على أحد فهناك ترد للأمن وتراجع لخدمة الكهرباء بشكل مقلق وغياب خدمة المياه بشكل سيء وتوقف الخدمات العامة وعرقلة عمل المرافق الحكومية وكل ذلك بسبب تهرب جميع الأطراف من أداء مسؤوليتهم وهم التحالف الشرعية الانتقالي ولذلك قررنا النزول بأول تجمع لأبناء عدن في ساحة العروض بخور مكسر يوم الخميس بتاريخ عشر عشر الفين وتسعة عشر للتنديد بصمت جميع الأطراف المعنية مما يحصل لعدن وسوف يكون أول تحرك مدني لإنقاذ عدن بدون أي أحزاب أو استغلال من طرف ضد طرف القوة الناعمة المصطلح واللغايات تحت هذا العنوان كتبها البروفيسور قيس النوري مقاله المنشور في موقع وكالة الحدث الإخبارية وقال في جزء من القوة قارنة السلطة وإحدى أبرز أدرعها لكن مفهوم القوة لا يقف عند حدود العنف أو القصر فالقوة أضلع مثلث تعمل بطرائق مختلفة قوة الإكراه، قوة المكافأة وقوة الإلهام منذ منتصف التسعينات ظهر في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تحديداً مصطلح القوة الناعمة على يد أكاديمي أمريكي هو جوزيف ناي يعمل في جامعة هارفورد يصبح هذا المصطلح اليوم أحد الأنماط الأساس في كسب العقول وعتطوع العواطف والأهم في تحديد سلوك الشعوب فهذا المصطلح كما صغه صاحبه غايته جعل الآخرين يأتون بتصرفات لم يكون ليأتوا بها لولا أثر القوة التي تم إخضاعهم لها بالإقناع مما يفتح الباب لإدراسة القدرة على التأثير في سلوك الآخرين عمر الجاذبية ومن ثم الاحتواء بحيث يصبح ما تريده هو نفسه ما يريدونه لكن السؤال الأهم هل توجد قوة ناعمة بغير قوة عسكرية غاشمة تتحرك إذا لزم الأمر واقتصاد قوي يديم القوة الخشنة إننا إذا ما أخذنا مفهوم القوة طبقا لأغلب تعريفاتها الأكاديمية نجدها لا يختلف عليها الباحثون والمهتمون بالعلاقات الدولية على أن القوة هي الحكم الأساس للعلاقات بين الدول وظيفتها التأثير في سلوك الآخرين للحصول على النتائج المرغوب فيها أو القدرة على فرض السيطرة على الآخرين ومن هنا فإن جوهر المفهوم يتمثل بإنشاء علاقة تبعية بين طرفين يستطيع من خلاله الطرف الأول أن يجعل الطرف الثاني يفعل ما يريده هو بمعنى التصرف بصفة تضيف إلى مصالح مالك القوة نستخلص مما تقدم أن جوهر وظيفة القوة هي علاقة التبعية والطاعة من جانب وعلاقة السلطة والسيطرة من جانب آخر الحكومة تستمر في تجاهل المبتعثين في الخارج والمبتعثون مستمرون في الاحتجاج والمطالبة والإدراب تقول صحيفة العرب الجديد إن طلاب اليمن المبتعثين إلى الخارج ناشد الحكومة اليمنية بسرعة سدد رسومهم الدراسية وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ستة أشهر الأمين العام لتحادي طلاب اليمن في الهند عزيز العنس قال إن الأوضاع الإنسانية للطلبة اليمنيين المبتعثين في تدهور مستمر جراء عدم سدد الحكومة لرسومهم الدراسية وتأخرها في صرف مستحقاتهم المالية منذ إبريل الماضي أما عبدالقادر المظفر وهو طالب في كلية النفط والغاز بجامعة موسكو الروسية قال إن بعض الطلبة تم فصلهم من جامعات روسية أو توقفوا عن الدراسة بسبب عدم قدرتهم على سداد الرسوم الدراسية بدوره اعتبر رئيس اتحاد طلاب اليمن في ماليزيا محمد الرشيد أن تأخر الحكومة في صرف مستحقات الطلبة المبتعثين دفع بعض الجامعات الماليزية إلى جمع التبرعات لهم وهذا أمر غير لائق نضح للعرب الجديد أن المخصصات المالية للطلبة المبتعثين قيمتها المالية صغيرة ورغم ذلك فالحكومة تواصل المماطلة في صرفها أحد الطلاب المبتعثين إلى الهند اضطر للعمل لينفق على نفسه بعد تكرار تأخر الحكومة في صرف مستحقاته المالية وأضاف الطالب الذي طلب عدم ذكر اسمه العمل يؤثر بشكل سلبي على دراسته وكثير من الطلاب يعتمدون على المال المرسل لهم من أسرهم وبعضهم يضطر إلى العمل مثل ما فعلت مما ينعكس على التحصيل العلمي عشرات المسافرين حاولوا السفر من دول إلى أخرى دون أن يكون لديهم تصاريح دخول فلاجأوا إلى طريق أو طرق غريبة أدت أحيانا كثير إلى وفاتهم وقد تكرر الأمر عندما وصل الطائرة إلى مطار في المغرب قادمة من غينيا حيث سقط من بين عجلات الطائرة رجل كان مختبئا هناك وعلقت صحيفة الشرق الأوسط أفريقي اختبأ في عجلات طائرة يصل المغرب جثة هامدة أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية العثور على جثة رجل في مخزن عجلات أحدى طائراتها لدى هبوطها في مطار الدار البيضاء أتية من كوناكري وقالت الشركة في بيان أن الرجل لقيا مصرعه بعد تسلوله إلى مخزن العجلات ليلا بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع من مطار العاصمة الغينية إلى مطار العاصمة الاقتصادية للمملكة وأوضح البيان أن الرجل اختبأ في مخزن جهاز الهبوط وتم الأثور على جثته ماء هبطت الطائرة في مطار محمد الخامس وحين تحلق الطائرة على ارتفاع عشرة ألاف متر تتراوح درجة الحرارة الخارجية بين خمسين وخمسة وخمسين درجة مئوية تحت الصفر وينعدم الأكسوجين خلافا لما يكون عليه الحال داخل الطائرة هل إيران والمملكة العربية السعودية مستعدتان للتعايش؟ يتساءل الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني فيانارد أوركال في مقاله المنشور في صحيفات ليبراسيو والذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس الجغرافية هي علم التعايش لكن هل سيكون ذلك ممكن بين إيران والسعودية اللتان قاد يكونان على شفى الحرب؟ ومن المفارقات أن الهجوم على مواقع النفط السعودية من قبل الطائرات المسيرة وصواريخ كروز التي ما يزال مصدر إطلاقها محل جدل ولكنه يخدم السياسة الإيرانية قد يساهم في حل الموقف من خلال تسليط الضوء على عجز القوى العظمى يؤكد هذا الهجوم على الحاجة الماسة للحوار بين الخصمين في الخليج ويبدو أن الفشل الأخير للوساطة الدولوماسية الفرنسية بين إيران والولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عجل في الأحداث وجدت السعودية أولا أن حليفتها الأمريكية القوية لم تكن قادرة على الدفاع عنها وأن ترسانتها العسكرية القوية لم تكن ناجحة في رحلة سريعة إلى الرياض قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه يجب تفضيل الرد غير العسكري وبوضوح يجب على المملكة العربية السعودية الاعتراف بظهور طهران كقوة إقليمية والموافقة على مناقشة ذلك قبل أن يضعف موقفها لا تستبعد هذه الاستراتيجية خطابا تكتيكيا من دونالد ترامب مما يزيد العقوبات المفروضة على إيران لإرضاء حلفائه بما في ذلك إسرائيل لقد قيل كل شيء عن الفشر العسكري والسياسي في أفغانستان والعراق ولكن الأسوأ يمكن أن يكون هزيمة مذلة للسعوديين في اليمن لذلك تدرس الرياض إمكانية وقف إطلاق النار في موازات ذلك لم تحقق السياسة الأمريكية المتمثلة في أقصى ضغط ضد إيران النتائج المتوقعة ساعد التطوع الفرنسي لإنقاذ اتفاقية عام 2015 بشأن الأسلحة النووية الإيرانية والسعي لإقامة حوار مباشر بين إيران والولايات المتحدة في تخفيف التوتر وفتح الطريق لحوار مستقبلي لكن الرئيس حسن روحاني رفض تلقي مكالمة من دونالد ترامب أثناء اجتماعات الأمم المتحدة خطوة كانت مستحيلة إذا أخذنا في الاعتبار الثقافة السياسية الإيرانية ولكن هذا الفشل قد يعكس أيضا حقيقة أن القوى الكبرى لمجلس الأمن لم تعد قادرة على فرض نفسها على حل المشكلات الإقليمية كما في عام 2015 مع الاتفاق النووي هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن ما سيحدث متحدثا عن أن المملكة المتحدة جاهزة لذلك وذلك في يوم مصيري سيشهد محادثة جديدة بين بروكسل ولندن وعنوان موقع الدي داباليو جونسون سنخرج من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر باتفاق أو بدونه قال بوريس جونسون أن خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي سيكون البديل الوحيد للخطط التي يعتزم تقديمها لبروكسل رغم أنها نتيجة التي لا يسعى لها وسيقدم جونسون اتفاقا للاتحاد الأوروبي حول خروج بلاده من هذه المنظمة القارية أو ما يعرف في بريكست وتحدث عن أن الاقتراح يعد تنازلا من جانب المملكة المتحدة داعيا لاتحاد الأوروبي لتقديم تنازل بدوره مؤكدا أن مقترحاته لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الإرلندية وهي إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات مع قيادة الاتحاد الأوروبي وأوضح جونسون أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في الواحد والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر الحالي بغض النظر عما سيحدث العالم بأسره يريد الانتهاء من هذا الموضوع والمضي قدما وكان بوريس جونسون قد صرح قبل حوالي الشهر أنه يفضل الموتى داخل حفرة على طلب إرجاء قروج بلاده من الاتحاد في الأخبار المنوعة نتابع أحد الأخبار حول ببغاء كان يرافق صاحبه عندما قام بعملية السرقة وعندما أردت الشرطة القبض على اللص التسق بثيابه الببغاء وعنون موقع صدى البلد بتهمة السرقة الشرطة الهولندية تلقي القبض على ببغاء قال الموقع أن شرطة الهولندية ألقت القبض على ببغاء ووضعته في زنزانة مع صاحبه الذي وقف بتهمة السرقة وقد وضعت الشرطة في مدينة أوترخت الهولندية صورة للببغاء على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو وعلقت قائلة أوقفنا هذا الببغاء الذي تشبث بملابس صاحبه المتهي بالسرقة ورفض تركه ونظرا لعدم وجود قفص له في مقر الشرطة فقد قررنا وضعه مع صاحبه في الزنزانة نفسها أشهرت الشرطة إلى أن صاحب الببغاء أوقف بسبب سرقته سلعا من أحد المتاجر وأضافت أنها لم تستجوب الببغاء وأنه غير مدان بأي تهم ونشرت عدد من وسائل الإعلام المحلية الخبر مع وضع شريط أسود على عيني الببغاء قائلة أنها تحمي هويته صور متنوعة من صحيفة الڭارديان البريطانية في جولتنا المصورة لهذا اليوم نتابع ترجمة نانسي قنقر يظل الكاريكاتور فنا ينافس الكلمة والصورة ويختصر العبارات برسمة واحدة نتابع جزءا من تلك المنافسة ترجمة نانسي قنقر في هذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نلقاكم على خير بإذن الله في أمان الله